ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الاسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد اليوم في قصر ليضيبية في بداية الاجتماع أكد المجلس على همية زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ولقاء جلالته بأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راجد المكتوم نائم رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأهميتها على صعيد تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين بعدها وجه المجلس تحية شكر نكافة الأطباء البحرانيين ومنتسبي القطاع الصحي لما يقدمونه من بذل وعطاء مقدر ونوها بمناسبة يوم الطبيب البحراني بدور الكادر الطبي البحراني في مسالة التطوير بالخدمات الصحية والعلاجية بعد ذلك دع المجلس المجتمع الدولي للإطلاع بمسؤوليته الإنسانية في الاستجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية 120 دولة بشأن الدعوة إلى إقرار هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين والأعيان والمرافق المدنية وليس للمساعدات الإنسانية لسكان غزة بشكل فوري ومستمر وكاف ودون عوائق مجددا التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والداعي إلى خبض التسعيد ووقف إطلاق النار في غزة وإحياء عملية السلام بما يلبي حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ترجمة نانسي قنقر ثم قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرتين التاليتين مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تمويل مشاريع الحزمة الثالثة من صندوق الموارد البلدية المشتركة بما يعزز المسيرة التنموية الشاملة ويعود بالنفع على الوطن والمواطن من خلال 177 مشروع ذو طابع بلدي مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن آليات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بعدها استعرض المجلس الموضوعين التاليين مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة حول أحصائيات الربع الثالث لرخص البناء الصادرة للفترة من يناير لغاية سبتمبر 2023 والتي أظهرت ازدياد عدد الرخص المستخرجة عبر نظام بنايات بنسبة 2.76% مقارنة بالعام الماضي كما زاد إجمالي مساحة بناء الرخص بنسبة 43.2% مذكرة سعادة وزيرة شؤون الشباب حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب 2023-2028 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والتي تستند إلى خمسة مرتكزات يتم تنفيذها من خلال مبادرات تنمي دور الشباب وتسقل مهاراتهم وتعزز أسهامهم في مسيرة التنمية الشاملة ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي نتائج المشاركة في الاجتماع الخامس لوزراء داخلية التحالف الأمني الدولي نتائج المشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2023 نتائج الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نتائج الاجتماع التاسع لوزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نتائج حوار الطاولة المستديرة حول الاستثمار في التنمية المستدامة ضمن فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونتكاد الزيارة الرسمية لسعادة وزير الصناعة والتجارة إلى جمهورية الصين الشعبية المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين في نوفمبر 2023 ترجمة نانسي قنقر